مواعيد مباريات منتخب مصر الفراعنة في كأس العرب للناشئين في بطولة كأس العرب إن شاء الله المقامة في الجزائر الأسبوع المقبل مجموعة المنتخب المصري ومواعيد مباريات المنتخب المصري هو ده محتوى الفيديو ياريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة حتى نستمر في تنزيل المحتوى منتخب مصر وقع في المجموعة الرابعة المجموعة دي مع كل من المنتخب السعودي المنتخب السوري المنتخب اللبناني مصر والسعودية سوريا ولبنان المجموعة الرابعة في كأس العرب للناشئين أول مباراة للمنتخب المصري هتكون أمام المنتخب السعودي يوم الأربعاء 24-08-2022 على ملعب سيق الساعة 8 مساء ثاني مباريات المنتخب المصري هتكون أمام منتخب لبنان يوم السبت 29-08-2022 على ملعب مستغان الساعة 5 مساء أما المباراة الأخيرة للمنتخب مصر في هذه المجموعة أمام منتخب سوريا مصر هتلاعب سوريا في المباراة الأخيرة في هذه المجموعة يوم السلساء 30-08 على ملعب سيق الساعة 8 مساء مجموعة من وجهة نظري قوية جدا أتوقع صعود منها منتخب السعودية ومنتخب مصر قولنا في سندوق التعليقات رأيكم مين يقدر يصعد من المجموعة دي كأس العرب للناشئين هتتلعب في الجزائر في ملعبي سيق ومستغان كل التقلق وكل التفوق وكل تمنياتنا بالتفوق لمنتخباتنا وشبابنا العرب في هذه البطولة تجمع عربي كبير على أرض الجزائر الشقيق يضم 16 منتخب عربي كل توفيق للجزائر بحسن التنظيم والتوفيق لكل منتخباتنا العربية ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان تشوفوا كل جديد في الفترة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته